نحن الآن في سنة 1444 للهجرة صدقوني مراجع النجف لا يعرفون ماذا كتب الطوسي في كتبه هم يتابعون برنامجي الآن لكنكم لو سألتموهم سينكرون من أنهم يتابعون برنامج هم يتعجبون من هذه المعلومات التي أخرجها لهم من كتب الطوسي يقدسون الطوسي من دون أن يعرفوا ماذا كتب في البرامج السابقة كذبوني ولكنهم حينما رجعوا إلى كتب الطوسي وجدوا الكلام مثل ما ذكرته ومثل ما قرأته من كتبه فلذا أكلوا عسل وانشبوا سكت طبعا أنا أتحدث عن عسل عسل عراقي العسل العراقي عرفون العراقيين هذا من توج بشري ذول المراجع مراجع النجف أكلوا عسل وانشبوا سكت هذا حالهم الآن لازلت أقرأ عليكم من الجزء الثامن من كامل ابن الأثير في الصفحة الثلاثين من جملة حوادث سنة 394 للهجرة سنة 393 أخرجوا المفيدة من بغداد لكن الشريف المرتضى والذي كان من تلامذة المفيد بقي على حاله فهو من أسرة تابعة للعباسيين هو من جملة أسر الحكومة سنة 394 في هذه السنة قلد بهاء الدولة هذا هو الحاكم العسكري البويهي في هذه السنة قلد بهاء الدولة النقيب النقيب إنها إشارة إلى نقابة الطالبيين النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي نقابة العلويين بالعراق وقضاء القضاة أن يكون قاضي القضاة والحج والمظالم وكتب عهده بذلك كتب عهده أي كتب المرسومة الجمهورية الملكية يقولوا ما شئتم كتب مرسومة الخلافة وكتب عهده بذلك من شيراز لأن بهاء الدولة كان في إيران وهو الحاكم الفعلي أقرباءه من أخوته وأبناء أسرته هم الذين كانوا يسيطرون على بغداد وكتب عهده بذلك من شيراز ولقب الطاهرة ذا المناقب هذا اللقب أعطيه من قبل الحكومة من قبل البويهيين لمن؟ لوالد الشريف الرضي وشريف المرتضى إنه أبو أحمد الموسوي ولقب الطاهرة ذا المناقب فامتنع الخليفة الخليفة العباسي من تقليده قضاء القضاء وأمضى ما سواه أمضى ما سواه أن يكون نقيباً للعلويين نقيباً للطالبيين وأن يكون صاحب ديوان المظالم وأن يكون صاحب ديوان الحج أي أنه أمير الحاج لكنه لم يعطيه منصب قاضي القضاء فهذا أبو الشريفين الرضي والمرتضى إنها أسرة تشكل جزءاً من الحكم في بغداد هؤلاء عباسيون عباسيون إلى النخاع هذا في صفحة 30 في حوادث سنة 394 في صفحة 36 في حوادث سنة 396 سنة 396 في هذه السنة قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراق ولقب بالرضي ذي الحسبين ولقب أخوه المرتضى ذا المجدين فعلى ذلك بهاء الدولة بهاء الدولة هو الحاكم الفعلي الخليفة في القصر العباسي كان يوقع على الكتب الصادرة من بهاء الدولة وبهاء الدولة كان في إيران فبهاء الدولة قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين وأعطاه لقبا وأعطى الشريف المرتضى لقبا هذه ألقاب تترتب عليها آثار في البروتوكولات في ذلك الزمان هذه كالألقاب التي يمنحها الملوك لبعض الشخصيات أو الرؤساء لبعض الشخصيات خصوصا في الدول الدكتاتورية وحتى في غير الدول الدكتاتورية هناك بروتوكولات معينة ترتبط ببعض الألقاب التي تمنح لبعض الشخصيات صفحة ثمانية وسبعين في حوادث سنة أربعمية وثلاثة وفيها قلدة الرضي الموسوي إنه الشريف الرضي وفيها قلدة الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور يشير إلى ديوانه الشعري نقابة العلويين ببغداد وخلع عليه سواد من قبل الخليفة العباس هذا تقليد للشريف الرضي تقليد مركز قبل قليل تحدثنا عن تقليد له من قبل بهاء الدولة التقليد هنا من قبل الخليفة العباس ولذا خلع عليه السواد وخلع عليه سواد خلع عليه سواد يعني قدم له طقم اللباس العباسي الذي كان يصنع من الديباج الأسود والديباج هو صنف من أصناف الحرير الغالي الثمى فقدم له طقم اللباس العباسي الأسود الذي هو اللباس الرسمي والمركزي لحكام بن العباس فألبس العمامة السوداء التي يلبسها مراجع النجفي وكربلا من هنا جاءت العمامة السوداء وإلا فإن العمامة الرسمية والشرعية لمحمد وآل محمد هي العمامة البيضاء وإمام زماننا حينما يخرج في ظهوره الشريف بحسب الروايات يكون مرتديا لعمامة بيضاء بذؤابتين العمامة السوداء التي تلف كالتيجان من دون ذؤابتين هي عمامة العباسيين ولذا وصفتها الروايات والأحاديث من أنها عمامة إبليس هذه العمائم التي يرتديها علماء الشيعة هذه عمائم بني العباس الهاشميون يلبسون العمائم السوداء إنها العمامة التي لبسها الشريف الرضي وبعد ذلك لبسها الشريف المرتضى فصار مرجعا للشيعة بعد المفيد فصارت عمامة الشريف المرتضى التي هي عمامة إبليسية عباسية قذرة نجزة صارت رمزاً للمرجعية الشيعية هذه هي الحكاية الحقيقية حينما يقولون لكم حينما تسألون لماذا الهاشميون يلبسون العمائم السوداء يقولون لكم حزناً على الحسين الأئمة الأئمة من بعد الحسين من بعد مقتله كانوا يلبسون العمائم البيضاء هذا لا يعني أنهم لا يلبسون العمائم السوداء كانوا يلبسون العمائم السوداء ويلبسون العمائم بعدة ألوان لم تكن العمائم التي يرتديها الأئمة بلون واحد لكن العمامة الرسمية والمركزية والشرعية لأئمتنا هي العمامة البيضاء ولذا إذا ما قرأتم في كتب التاريخ أئمتنا وشيعتهم يقال لهم المبيضة لأنهم يلبسون العمائم البيضاء ويلبسون الثياب البيضاء فهم المبيض بينما العباسيون يلبسون العمائم السوداء والثياب السوداء فهم المسود أقرأوا في التاريخ المبيضة عنوان لأئمتنا وشيعتهم والمسودة عنوان للعباسيين وشيعتهم العباسيون هم الذين ارتدوا العمائم السوداء أيام أبي مسلم الخراساني ولبسوا السواد وقالوا إننا نلبسه حزنا على الحسين حتى نأخذ بثأره فهذه الحكاية لا علاقة لها بمحمد وآل محمد هذه حكاية عباسية صرفة من هنا أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي صرف أعود إلى الكتاب الذي بين يدي وفيها سنة أربعمية وثلاث للهجرة لازال المفيد حيا لأن المفيد توفي سنة أربعمية وثلاث للهجرة وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور نقابة العلويين ببغداد وخلع عليه سواد ألبس السواد وهو أول طالبي خلع عليه السواد لأن الطالبيين كانوا مبيضين أبوه أبوه حينما قلد نقابة الطالبيين لم يجرأ العباسيون أن يخلعوا عليه السواد ولكن بعد أن انغمست هذه العائلة في العلاقة مع الحكم وانغمسوا في السياسة صار طبيعيا جدا أن يخلعوا عليهم السواد وإلا كان هذا يعد كفرا عند الطالبيين لكنهم بالتدريج شيئا فشيئا فاستطاعوا أن يتخلصوا من معارضة الطالبيين وأن يحولوا نقباءهم إلى كلاب يعملون في البلاط العباسي هذا هو الذي فعلوه مع الشريف الرضي أبو الشريف الرضي دخل في نزاع معهم أو دعوه السجن فترة من الزمان ثم أطلقوا سراحة وعاد إلى النقابة بعد إطلاق سراحه من السجن لكن الشريف الرضي ومن بعده الشريف المرتضى الشريف المرتضى كان أكثر مهانة من الشريف الرضي الشريف الرضي كان شديدا في الكلام قويا في الشخصية عنده أنفة وحمية ومع ذلك كسروا أنفته وحميته حين خلعوا عليه السواد وصار يلبس اللباس الأسود اللباس العباسية الأسود الذي كان عنوانا للنصب والعداء لأئمتنا صلوات الله عليه وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور نقابة العلويين ببغداد وخلع عليه سوات وهو أول طالبي خلع عليه السوات والعافية بالتدريج شوية شوية إلى أن بعديا وصلنا إلى الطوسي وأسسلهم مذهب كما يريدون نذهب إلى فاصل